بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الثالث بالسكشن نمبر 1 بعنوان Equivalent System of Forces Part 8 نواصل مع السيمبل بروبلم عشان نفهم أفضل النظري ونشوف مع بعض السيمبل بروبلم نمبر 4 الرectangular plate هذه هي الرectangular plate is supported by the brackets at A and B and by wire CD and هنا في brackets في A و B وفي هنا حبل أو wire أو cable أيضا supported at the point C and it is located between C and D هذا هو الحبل knowing that the tension in the wire is 200 newton يعني هنا عندنا tension بقيمة 200 newton determine the moment about A of the force exerted by the wire at C يعني هنا المطلوب مننا أن نجيب المومنت حول النقطة A applied by the force بقيمة 200 newton applied at point C نمر الآن للحل طبعاً هنعنا هنا قاعدة رئيسية أنه المومنت بيساوي الفيكتور R كنا على الدستنس cross the force applied يعني أنا عندي هنا فرصة F وعندي هنا فيكتور R C A طبعا الفيكتور R C A هذا cross الفيكتور of force بيعطيني المومنت at the point A زي ما نشوف هنا أو رسمت هنا على الرسمة بتاعي الفرصة والفيكتور R C A ورح أبدأ في تطبيق هذه القاعدة أبدأ أولا ب كتابة R C A اللي هي الفيكتور R C ماينوس الفيكتور R A الفيكتور R C A عنده مكون باتجاه Z ومكون باتجاه X بالنسبة للمتكون باتجاه X قيمته هنا 0 ثلاثة اللي هي نفسها الدستنس هذه ونفسها من هنا لهنا باتجاه H باتجاه X فلح أكتب طبعا هنا اليونت فيكتور بالنسبة لX هو I positive لأنه في نفس اتجاه المحور X نفس الشيء بالنسبة لK هنا المكون على المحور Z اللي هو من هنا لينه 0.08 متر وهو positive لأنه في نفس اتجاه المحور Z وK هو بالنسبة لي هو اليونت فيكتور بالنسبة للمحور Z أكتب الآن الفورس F بالنسبة للفورس F هي بتساوي F lambda يعني الفورس هذه هي الفورس F ولمد هو اليونت في المحور اللي ماشي من C لدي أو اللي ماشي من C لدي طبعا لو طبقت القاعدة تقدر تكتب الفورس بتساوي الفورس F as a scalar multiplied by lambda هذه معطة ميتين نيوتن وازاي أحسب lambda أتبق هنا CD على قيمة المسافة ما بين C والD يعني الفيكتور على المسافة طبعا هنا الميتين زي ما شرط معطى وهنا رح أكتب مكونات الفيكتور CD رح نشوف مع بعض هنا مكونات الفيكتور CD من هنا إلى هنا فعنده مكون باتجاه Z ومكون باتجاه X ومكون باتجاه Y فطبعا المكون هذا هو بيساوي المسافة 0.24 مع 0.08 يعني بيساوي 0.32 ليش أخذته سالب لأنه اتجاه المكون هذا بيجي عكس الفيكتور Z بالنسبة لمكون باتجاه Y 0.24 هي المسافة من هنا إلى هنا وهي بالنسبة لي رح تحدد قيمة الفيكتور باتجاه Y نفس الشيء هنا بالنسبة للمكون على المحور X المكون هذا هو من هنا إلى هنا وهو معطى 0.3 متر نفس هي المسافة هذه ونفس هي المسافة هذه وطبعا I هو unit vector بالنسبة للمحور X J هو unit vector بالنسبة للمحور Y K هو unit vector بالنسبة للمحور Z ولمدة هو بالنسبة للاين الموجود بين C والD طبعا هنا لو أنا عملت العملية الحسابية رح تحصل على قيمة اللامدة هذه كلها بتساوي الإكسبريشن هذه طبعا الصفر الخمسة هذه بتيجي عبر كتابة RCD كقيمة كسكلر بتساوي جذر وهنا بنكتب 0 3 تربيع مع 0 24 تربيع مع 0 32 تربيع لو حسبتها رح أجد 0.3 0.5 طبعا هنا الإشارات ما أعطيهاش أهمية لأنه سالب 1 تربيع بيساوي 1 لو ضربت الآن عملت وزعت هنا 200 على مكونات Vector CD زي ما تشوفوا هنا وقسمت من بعد على 0.5 رح أتحصل على النتيجة الفاينل اللي هي هذه سالب 120 نيوتن باتجاه I 96 نيوتن باتجاه J وسالب 128 نيوتن K أنا رح أطبق القاعدة التالية زي ما شوفنا في النظر اللي نقدر نحسب الDeterminant نضع هنا I J K Unit Vectors بالنسبة للمحاور X Y Z وهنا بننضع قيمة RCA Vector RCA بتيجي من الإكسبريشن هذه وبعدين بنضع في آخر سطر مكونات الفورس اللي هي بتيجي من خلال كتابة الفورس زي ما شوفنا من قبل لو حسبت الDeterminant هنا رح أصل إلى نتيجة نهائية M A بتساوي سالب 7.68 نيوتن متر باتجاه X 28.8 نيوتن متر باتجاه Y 28.8 نيوتن باتجاه K وكون كده وصلت إلى حل التمرين زي ما تشوفوا هنا شكرا على الانتباه شكرا